بسم الله الرحمن الرحيم في قول الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا ونحن تكلمنا عن بعض الإشارات التي تتكلم عنها أهل التفسير وانتهينا في الحلقة الماضية إلى قول أنه هناك أمارات للغيب إن كان الغيب لا يكون ظاهرا واضحا لكن هناك أمارات ربما تكون موجودة هذه الأمارات ربما يستدل عليها البعض في المعرفة الإجمالية وهذه كما قلنا وذكرنا ذلك عن القاسم كل أمر يعني يتوصل به إلى العلم لا يعتبر غيب إنما نعم هو من حيث اللغة غاب عنك أنت لكن هذا غياب وقتي بعدب اطلاعك لكن ليس غيبا مطلقا لأنه يعني يمكن أن تتوصل إليه لكن يحتاج إلى علم ولذلك هناك فوارق بين الناس بين العالم وبين الجاهل في معرفة كثير من الأشياء الإمام الرازي حقيقة كان له رأي آخر في قضية يعني معرفة المنجمين ومعرفة بعض الكهان واستدلنا بيعني يقول أنه الآية كما قلنا أيضا ليست حصرا على الرسل فقد يعلم الله بعض خلقه أنا سأتصرف بعبارة الرازي ربما يعني يكون إمام الرازي رحمه الله يعني قال عبارة توهم من نقلها عنه أنه يعني قال ببفو من آخر لكن من خلال القراءة الكثيرة والتوسع في أسلوب الرازي يعني العبارة هي ليست على هذا المعنى الظاهر الذي أراده الإمام الرازي الإمام الرازي ذكر قال أنه يعني أهل التنجيم والكهان قد يعلمون شيء من الغيب على وجه من الوجه واستدلنا بالحادثة العظيمة التي نقلها كثير من أهل التاريخ يعني رجعنا إلى كتب التواريخ وكتب الأحداث لوجدنا أنه يعني كهنة بغداد التي يعني اشتراها السلطان السلجوقي سنجر بن ملك شاه ونقلها إليه يقول أبو البركات في كتاب المعتبر يقول وتتبعت تتبعت إخبارات الإخبارات التي قالت عنها لمدة ثلاثين سنة فكانت تخبر على مدة ثلاثين سنة ماذا سيقع يقول إخبارا تفصيليا وإخبارا دقيقا الإمام الرازي أيضا يذكر أنه الكهان الذي عند العرب سطيح وشقي وغيره من المسميات كانت موجودة شقيا وطيحا وغيرهم من الكهان كانوا يخبرون حتى بمولد النبي عليه الصلاة والسلام ويخبرون بقرب مجيئه حتى قيل أن كسرى استعان بهم عن السؤال عن النبي عليه الصلاة والسلام هكذا أورد الإمام الرازي ويقول أنه النجوم ودلالات النجوم يعني ربما يعرف منها المنجم وأنا أنقل عن الرازي وسأبين ماذا أراد يعني من هذا يقول ربما يعرف منها المنجم بعض الأحداث التي تقع وغير ذلك والحقيقة أن الإمام الرازي ربما قصد أنه ربما بعض أهل التنجيم يستقرؤون بعض الأحداث وبعض الأمراض التي تقع في أوقات معينة فجعلوا تلك الأوقات هي إشارة أو أمارات على وقوع تلك الأمراض يعني من استقرأ مثلا أمراض الطاعون وبعض الأمراض الأوبئة التي كانت تكون في الزمن الماضي وجدوها تكون في أوقات معينة وفي أشهر معينة ربما قصد الإمام الرازي هذا الأمر في كلامه في قوله أنه بعض المنجمين وبعض الكهان أضف إلى أنه أيضا الإمام الرازي ذكر قال ما يخبر به المعبر من الرؤى الذي يعبر الرؤى قال يخبر أيضا عن أشياء ستقع وستكون وهذا يعني قلنا أنه إخبار النبي عليه الصلاة والسلام في قوله أن الرؤية هي جزء من ستة واربعين جزء من النبوة يعني يكون واضحا في هذا الأمر أما الإشكالية التي حصلت في قضية كلامه عن الكهان وعن المنجمين والله أعلم أنه كان يريد هذا المعنى ولا يريد أن أهل التنجيم وكذا يطلعون على الغيب بحركات النجوم فإن هذا الأمر يعني لا يقوله عالم مثل الإمام الرازي قطعا لكن أنه ربما أراد التوفيق في قضية أنهما وقع من أمر تاريخي وأمر معروف في كتب التاريخ من أن الكهنة بغداد أخبرت بإخبارات غيبية كثيرة وتتبعتهم حقيقة كثير من كتب التاريخ وجدتهم أنهم يعني نقلوا عنها وبالغ حقيقة صاحب كتاب المعتبر أبو البركات بالغ في الكلام عنها وعن إخباراتها يعني الإمام بن العرب المالكي لو انتقني إلى جزء أخرى من الأمور الغيب يقول هناك بعض الأمور التي كان يخبر بها الناس ويخبر بها الأطباء من ذكورة الحمل أو أنوثته يقول وهذا لا يعتبر من الغيب يعني ابن العرب المالكي يقول أنه في قضية أنه ويعلم ما في الأرحام ليس المقصود بها وإن كان هو لم يشرح هذا لكن من خلال كلامه يظهر هذا المدلول أنه لم يقصد بها معرفة ذكر أو أنثى يقول فإن الأطباء كانوا يقولون إن كانت حلمة الثدي للمرأة سوداء فإن المولودة أنثى وإن كانت الثدي الأيمن وإن كانت الثدي الأيسر يكون ذكر يقول إن كان الثقل في جانب الأيمن من حمل المرأة من في بطن المرأة إذا كان الثقل في جانب الأيمن يكون الحمل أنثى إن كان في جانب الأيسر يكون ذكر يقول أنه مثل هذه الأمارات و هذه الأشياء لا يعتبر غيبا على اعتبار أنه هذا الاستقرار يعني من خلال عادات الناس وأحوال الناس فالأطباء رأوا أنه من كانت هذه حالتها غالب ما كانت تأتي به أنثى ومن كانت هذه حالتها غالب ما كانت تأتي به ذكر وهذا أيضا يعني لا يماني لأننا ليس عندنا عشرين نوع حتى نقول أمر غيبي هو إما ذكر أو إما أنثى فالأمر يعني خمسين بالمئة الاحتمالية موجودة وهذا علم مبني على الظن وأكثر الناس الذين يسمعونني الآن يعني يتفقون معي في أنه كثير من الأخوة ربما ذهبوا إلى الأطباء وفحصوا بأجهزة السونار وقيل لهم أن المولود ذكر ثم يكون فيما بعد ذلك أنثى ولكن أيضا حتى الذكورة والأنثى ليس هي المقصودة في هذه الآية وإن شاء الله إذا توقفنا عند هذه الآية في مكان آخر في موطن آخر إن شاء الله سنتكلم ما هو المراد في قضية هذه الآية العظيمة وأن المقصود منها ليس قضية الذكر والأنثى لأنه ما سأل القرآن بلظة من يعني من إنما قال ما نعم كذلك يعني ما يحصل أيضا من المنجمين بعض المنجمين الذين مثلا يستعملون أو كثير من الناس والله يذهبون مع الأسف يعني يذهبون إلى العرافين الذين مثلا ينظرون في الحصى أو برمي الحصى وخاصة النساء هذه اللي يستعملون القواقع وغير ذلك والمنديل وفرش القواقع أو ضرب الحصى أو الخرز أو غير ذلك وهذه كلها من الأمور المنهية عنها في معرفة طوالعهم ماذا سيكون من من حالهم في المستقبل وماذا سيكون في مستقبل الأيام وهذا كله لا شك الإيمان به كفر ولا يجوز لأنه هذا علم اقتص الله به نعم نحن نتفق أن هناك أمارات واضحة ذكرناها يعني التحليل محللين السياسيين استقراء بعض الأخبار استقراء بعض الوقائع ممكن تكون هذا الأمر وعلى سبيل الظن لا على سبيل القطع والجزم وقد تكلمنا هذا في الحلقة الماضية أما ما يخبر به هؤلاء أو مع الأسف بعض الناس يذهب أيضا إلى هؤلاء لمعرفة سرقة بعض الأشياء يعني سرق منه شيء فيذهب إلى هذا العراف أو الدجال ليسأله عنه من الذي سرق المال من الذي سرق الذهب من الذي فعل هذا وهذا كله أيضا لا يجوز لأنه هذا أمر محرم يعني لاحظوا موقف جميل لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه في موقعة النهروان أراد الخروج إلى قتال الخوارج وهذه الرواية يذكرها الإمام الشنقيطي في تفسيره يقول فلما أراد الخروج جاءه يعني أحد العرافين وقال يعني أتخرج الآن قال وما في خروجي قال أتخرج والقمر في العقرب يعني القمر في برج العقرب فرد عليه ردا عظيما سيدنا علي لحظ ماذا قال قال وأين قمرهم يعني إن كان قمري أنا في برج العقرب وبرق القمر إذا كان في برج العقرب على قولك أنه طالع سوء فأين قمر هؤلاء أليس نفس القمر عندهم ونفس البرج أيضا أليس سيكون في برج العقرب فإن كان الطالع عليه السوء فسيكون عليه الطالع السوء فإذا أين المعرفة في ذلك قال فخرج وفي رواية أخرى أنه لما أراد الخروج قال خرج له مسافر بن أحد الموجودين الذي كان معه اسمه مسافر فقال يا أمير المؤمنين أخر خروجك إلى ثلاث ساعات قال لما؟ قال لأنه سيصيبك أنت وجندك بلاء عظيم فقال سيدنا عليه رضي الله تعالى عنه بل سأخرج الآن ثم يعني تكلم معه كلاما عظيما في تذكيره بالآيات وتذكيره بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ومن جملة ما قال قال لقد غزونا مع النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عنده منجم وفتح الله علينا بلاد كسرى وقيصر وفتح علينا مدائن أخرى وفتح لنا الأرض وما كان لنا منجمين قال والله إن سمعتك تقول بفده هذا لأخلدنك في الحبس وأقطع عنك العطاء ما دمت حيا قال ثم التفت إلى أصحابه فقال ثقوا بالله وتوكلوا عليه واعتمدوا عليه اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولذلك سيدنا علي أعطاهم درس عظيم في قضية أنه النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يغزو ومعه منجم حتى يقول له طالعك كذا وبرجك كذا وغير ذلك من أمور التي مع الأسف الآن ربما تكون حتى على أعلى مستويات ربما تكون على يعني علية القوم ربما يعذر الجاهل والإنسان البسيط جدا لا يعذر بهذا الأمر لأن هذا أمر محرم أقصد يعذر بجهله أنه يعني اللوم عليه أقل هذا قصد من الكلام أنه ربما نلومه ونبين له أن هذا الأمر حرام وكفر لكن اللوم عليه لا يقع كما يقع على يعني طبيب أو مهندس أو محامي أو رجل متعلم أو مدرس وما أكثرهم هؤلاء بل ربما يكون دائما في علية القوم الاهتمام بمثل هذه المسائل أكثر من الناس البسطاء والناس الفقراء ثم يعني سيدنا علي لما خرج وانتصر في تلك المعركة ورجع قال لو أخرنا الخروج ثم خرجنا على الوقت الذي قال فيه هذا الرجل لقالوا إنما نصر بطالعه الذي أخبره به ولكن أردت أن أخرج لأبين على أن الأمر كله بيد الله وهذا درس عظيم حقيقة في العقيدة لبياني كيف كان يعتقد الصحابة رضو الله تعالى عليهم وآل البيت عليهم الرضوان كيف كانوا يعني يتعاملون مع هذه الأمور ضمن ضوابط النبي صلى الله عليه وسلم حتى القضية يعني ما زلنا في قضية التنجيم الإمام القرطبي في التفسير له إشارات لطيفة جدا يقول الإمام القرطبي يقول أنه في قضية التنجيم يقول أنه ربما يقال للمنجم ماذا تقول في قوم ركبوا في السفينة وهم ألوف ألف شخص ركبوا في سفينة قال فيهم الصغير والكبير وفيهم الغني والفقير وفيهم الشريف والوضيع وفيهم الملك والمملوك قال ركبوا في السفينة ثم غرقوا جميعا أصابهم الغرق فأين طوالعهم يعني ما هو أين الطالع لكل هؤلاء إن كان طالع الغرق سيطر على بقية الطوالع على قولهم إذن أثبتنا أنه لا طالع وإن قلنا لكل منهم طالع فكيف غرقوا جميعا وهذا يمام القرطبي يقول يعني في هذا يقول يعني هذه قضية لبياني أنه لا طالع ولا برج ولا من هذه الأشياء تؤثر على الإنسان نحن قلنا الكواكب والنجوم حتى أنا سيدنا علي أنا فاتنا نكمل الرواية سيدنا علي ضي الله تعالى عنه قال فلا تتعلموا من النجوم إلا ما تحتدون به في ظلمات البر والبحر أما غير هذه العلوم التي تتعلق بالغيبيات فنهى سيدنا علي رضي الله تعالى عنه التعامل معها الإمام القرطبي نرجع إلى الإمام القرطبي الإمام القرطبي يقول قضية التنجيم هذه الطوالع والتي الآن يقولون مثلا عندك ساعات النحس وساعات السعد وغير ذلك من الأمور التي يتكلم بها الناس والمشكلة في الجرائد وفي المجلات وربما تكون حتى كما قلنا عند مستويات عالية بين القوم هذه كله يتكلمون بها يقول الإمام القرطبي يقول ما فائدة هذه الطوالع إذا ما فائدة أن يأتي الجنين فيكتب رزقه وأجله وشقي أم سعيد إن كان الطالع على هذا الأمر أضف إلى هذا لاحظوا الإمام اللالكائي يذكر أنه قال عندما يأتي الملك فيكتب رزقه وأجله وشقي أم سعيد فتكتب في رقعة ويقال توضع في عنقه ويقال توضع على جبينه كما يقول أخوانا المصريين المكتوب على الجبين لازم تشوف العين يعتقدون أنه إشارة إلى هذا الذي كتب على جبينه وفي رواية أيضا أخرى يذكر لك يقال ثم توضع الورقة على كفه توضع على كف المولود لذلك الذين يعني يقرؤون الكف يزعمون كذبا على الله سبحانه وتعالى أنهم يقرؤون تلك الورقة التي أو الرقة التي كتب فيها الملك شقي أم سعيد وكتب فيها يعني أجله وغير ذلك كذبا على الله سبحانه وتعالى وهذا الأمر إنما نعم صحيح ورد في الحديث هكذا لكنه لا يطلع عليه أحد إلا بإطلاع الله وقد تكلمنا عن هذا عن هذه الجزئية بقي عندنا أيضا نتكلم عن قضية قضية أخرى أيضا تتعلق بالغيب ويكثر الكلام حولها قضية نزول المطر نزول المطر والتعامل مع قضية نزول المطر ومتى ينزل المطر وغير ذلك هذا حقيقة يعني العلماء تكلموا في ذلك كلاما عظيما النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم عن ابن عباس يقول أنه خرج الصحابة فأصابهم العطش واستسقوا النبي عليه الصلاة والسلام فسقاهم سأل الله سبحانه وتعالى فسقاهم الله سبحانه وتعالى فقال النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقول الله أصبح من عبادي شاكر بي وكافر فمن قال سقين برحمة من الله فهذا لا شك أنه شاكر ومن قال سقين بنوء كذا وكذا فلا شك أنه كافر وكذلك كما في الحديث الآخر أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال عن ربه أنه عندما ينزل الله المطر يقول أصبح من عبادي من هو مؤمن بي وكافر فمؤمن بي وكافر بالكواكب الذي ماذا يقول يقول سقين بفضل الله والذي يقول سقين بنوء كذا ونوء كذا فأصبح كافر بي ومؤمن بالكواكب قضية الكواكب هذه سنتقف عندها لأنه كثير من الناس ربما يقعون في خطأ ربما يكون غير مقصود واجبنا حقيقة دائما نقول أن العالم قبل أن يكثر الناس عليه أن يعلم الناس ليس من واجبنا أن نكثر الناس كثير من الناس تكون نياتهم صحيحة ونياتهم صادقة ولكن ألفاظهم خاطئة فنحن نصحح ألفاظهم ونصحح المعتقد لا نكثر الناس مجردا لفظ ربما تلفظوا بأمر وما كانوا يقصدون معناه وهذا كله أمر يجب أن يعني ينتفي إليه طالب العلم أو كلنا الطلاب علم ينتفي إليه العالم جعنا الله اللهم أمين وإياكم وأهل العلم جميعا من أهل العلم يعني ينتفي إليه العالم في قضية عدم تكفير الناس لمجرد لفظة ربما تكون غير مقصودة النوء ما هو النوء عندما يقول مطرنا بنوء كذا ونوء كذا لاحظوا الناس اعتادت يعني قرب المسألة للناس يعني أنا الآن لو قلت أنه الشمس ستشرق في الساعة السادسة وكذا دقيقة مثلا هل هذا يعتبر مني غيب وهل هذا أنا اعتبرت أنه قضية شروق الشمس في الوقت الفلاني أنه أمر غيبي وأمر كذا لا هذا هذه من سنة الله التي أجراها في الخلق أجرى الله سبحانه تعالى من سنته أن تكون قال ولن تجلس سنة الله تبديلة ولن تجلس سنة الله تحويلة أوجد الله سبحانه تعالى أنه شروق الشمس في الوقت الفلاني وغياب الشمس في الوقت الفلاني قال كذلك جرى بين الناس أن يكون هناك أنواع معينة والعرب أيضا كانت تتكلم بالأنواع ولكن المقصد تحديد اللفظة وتحديد مقصد الإنسان يعني النوء هو الوقت المخلوق كما يذكر ذلك القرطبي يقول الوقت المخلوق ويذكر ذلك الشنقيطة أيضا وجمع من أهل الألم يقولون النوء هو الوقت المخلوق الذي أجرى الله فيه فضله وكرمه على العباد أن ينزل الماء فيه هذا النوء يعني مثل إيش عندنا بالعراق يقولون مثلا عنتر والعجوز بأيام الشتاء يقولون عنتر والعجوز وكل بلد عندهم مسميات خاصة لأبواب الشتاء ولأيام الشتاء عندهم مسميات خاصة ساعد وبلع كذا يعني مسميات كثيرة في بلاد الشام أيضا موجودة هذه كلها هذه أنواع يعني الأجداد وأجداد الأجداد ومن قبلهم كانوا قد اعتادوا أن يرون نزول المطر ونزول الماء في هذه الأوقات هذه الأيام تكون أشد برودة من غيرها هذه الأبواب يفتح من الشتاء باب هذه الأبواب تغلق أبواب الشتاء هكذا جرت العادة إذن لحد الآن هنا ما عدنا إشكالي هي قبل عملية استقراء لأوقات معينة جرت فيها سنة الله سبحانه وتعالى في نزول المياه ونزول الأمطار في هذا الأوقات لكن التصحيحين يكون أولا الله سبحانه وتعالى ينزل المطر بنوع وبغير نوع يعني في وقت وفي غير وقت لذلك قبل أيام أحد الأخوة يقول لي في مكان الفلاني يعني قال في بلد الفلاني لن أذكر قال في البلد الفلاني خرجوا للاستسقاء في الشهر الخامس والدنيا حر صيف وشمس وكذا قلت له يا أخي من مانع هل أن المطر لا ينزل إلا على عادته هو وبقدرته هو أم المطر ينزل بقدرة الله فإن سأن الله أنزل لنا المطر متى ما شاء بمشيئة الله وقدرته فإن الله لا يعجزه نوع ولا يحبسه نوع عن رزق العباد وهذا أمر خطير جدا قال يعني يصير هذا الكلام طبيعي يصير أنت تسأل الله رب المطر ورب كل شيء وإذا سألت الله سبحانه وتعالى وأراد أن ينزل ماء وينزل غيث ويعني يغيث العباد فلا مانع من ذلك وذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول خرج مع الصحابة في سفر فعطشوا فقال لهم أرأيتم إن سألت الله لكم فسقاكم هل ستقولون هذا نزل بنوع كذا وكذا فقال الصحابة يا رسول الله ليس هذا بوقت نوع الآن ما في وقت نزول المطر يعني ما جرت العادة في الاستقراء أنه ينزل المطر في الوقت الفلاني قال فرفع يديه إلى السماء ثم صلى ركعتين ثم رفع يديه قال فهاجت سحابة فتجمعت ثم نزل الماء قال فشربوا وسقوا قال فخرج النبي ومر بأصحابه فإذا برجل يغترف من أحد الأودية ما يقول سقينا بنوع كذا وكذا قال فنزل قول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون تجعلون شكركم لنعمته والإساءة إلي وتقابلون إحسان وإنعام عليكم بنزول الماء بماذا بأن تنسبون ذلك إلى غير الله سبحانه وتعالى وقد ورد في صحيح مسلم أنه أيضا مثل هكذا حادثة وقعت قال فنزل قول الله تعالى أنه لا أقسم واقع النجوم وإنه قسم لو تعلمون عظيم إلى أن وصل وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فأنه لا ضير القول به إن قلنا أنه من باب العادة والسنة كما كقولنا أن الشمس ستشرق في الصباح هذا ليس فيه شيء لكن إن قلت أن الصباح هو الذي يتحكم في الشمس وهو الذي يخرج الشمس وأن المغيب هو الذي يغيب الشمس وأن هذا الأمر يعني تدبره الطبيعة وتدبره الأفلاك فهذا كفر قطعا أما قلت أن الله سبحانه وتعالى أجرى من السنن والعادة التي جرت لنا أنه نتوقع أو نرى غياب الشمس في الوقت الفلاني وشروق الشمس في الوقت الفلاني ونزول الماء في الوقت الفلاني هذا لا ضير فيه ولذلك ابن عبدالبر يقول والقول بالنو فمن قال أن النو هو الذي أنزل المطر فذاك كافر يستتاب يعني وهذا أمر خطير جدا في أنه جعل هناك إله غير الله يتصرف في الكون ومن قال أن النو أن الله أجرى من سنته ومن عادته على العباد أنه ينزل الماء في هذا الوقت على علم العبد أن الله ينزل الماء والغيث بنوء وبغير نو القرطبي ينقل عن بعض العلماء لكن حقيقة ربما كان هذا سابقا يعني أنه من قال أن الغيث سينزل غدا فهو يعني كافر نقول هذه الجزئية ربما سأتكلم عنها إن شاء الله في الحلقة القادمة لكن سأعلقها قضية أنه لأن تحتاج إلى وقت وشرح طويل يجب أن نفرق هناك فرق بين الغيث وبين الوابل وبين الصيب وبين الطل وبين الثجاج وبين البرد وبين الألفاظ الأخوة وبين المطر هذه الألفاظ وبين الوتق وبين المزن هذه كلها ألفاظ جاءت للمياه ولكن كل لفظة جاءت بمعنى دقيق يعني يحتمله السياق لما قال أنتم أنزلتم هنا مزن أم نحن منزلون قال فترى الوتق يخرج من خلاله قال فإن لم يصبها وابل فطل قال وينزل الغيث وقال وأنزل من السماء ماء وقال عن عن الطل وعن الصيب كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق إذن هذه الألفاظ كل لفظة تحتمل معنى معين لذلك من قال أنه الماء ينزل في الوقت الفلاني فإن أراد قضية حركة النجوم والغيوم وسرعة الرياح يعني هناك مثلا كتلة من السحاب ستأتي وتمر على البلاد الفلانية بعد ثلاثة أيام نتيجة قياسات السرعة وقياسات المسافة وغير ذلك من الأمور الرياضية وقد اتفقنا أن هذا الأمر يعني ليس له تعلق بالغيب هي قضية عملية حركة وحساب لغيوم ستمر من هذه الجهة إلى هذه الجهة فهذا ليس فيه بأس وقد تمر الغيوم ولا تمطر يبقى نزول الماء بيد الله سبحانه وتعالى أما قول القرطبي على الغيث فإن شاء الله سأتكلم عن لفظة الغيث وما معناها الدقيق في هذه الآية عند البيان سيزول الإشكال ويتبين لنا ماذا قصد الإمام القرطبي في ذلك إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته باركاته